اجلس الوزراء كان بيعقد جلسته في مدينة العالمين الجديدة والحقيقة امكن طبعا انا حبيت ان انا اعقد هذا المؤتمر للعرض بالتفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة في خامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه الحكومة بالبدء في تنفذها وخليني ابدأ معاكم الحقيقة ان الدولة المصرية يعني الفترة الاخيرة بتولي يعني الحقيقة موضوع الدعم والحمال الاجتماعية كل الاهتمام انا عايز بس ادي لحضراتكم وللمواطنين رقمين مهمين جدا ان في الفين وخمستاشر الفين وستاشر كانت كل برامج الدعم والحمال الاجتماعية المخصصات المالية ليها متين وتسعين مليار جنيه الموازنة الجديدة اللي احنا النهاردة بدأت في شهر يوليو الحالي اللي هو اتنين وعشرين تلاتة وعشرين بتتجاوز الربعمية وتسعين مليار جنيه وهنا انا بتكلم على برامج ايه برامج الدعم طبعا دعم الخبز ودعم التموين المعاشات اللي النهاردة بقى فيه عشرة ونص مليون مواطن بيستفيدوا من المعاشات اللي الدولة المصرية بتقدمها حضركم بس عشان نبقى عارفين تكلفة الكلفة المعاشات على الدولة المصرية السنة دي متين اتنين وتمانين مليار جنيه بتصرف لعشرة ونص مليون مستفيد من المعاشات الموازنة بتدفع منهم دعم مية وتسعين ونص مليار جنيه والباقي طبعا من الاشتراكات ومن ارادات هيئة التأمينات الاجتماعية لكن بس انا حابب احط للمواطن المصري قد ايه الدولة المصرية بتتدخل في هذا الموضوع الجزء الاخر طبعا موازنة الصحة والتعليم اللي زادت وارتفعت بصورة كبيرة دعم الاسكان الاجتماعي دعم العديد من البرامج العينية اللي الدولة المصرية بتتدخل بيها لمساعدة الفئات الاكثر احتياجا وفقرا طبعا برنامج تكافل وكرامة وده يعني برنامج من اهم البرامج اللي فخامة الرئيس اطلقها على مدار السنين الماضية واللي يمكن حضراتكم عارفين كويس قوي وكان جزء من التدخل علشان نواجه الازمة العالمية لسه من ثلاث شهور كنا ضيفين ربعمية وخمسين الف اسرة فكنا وصلنا النهاردة ان حاليا اللي بيستفيد من هذه المبادرة العظيمة مبادرة التكافل وكرامة كنا في حدود الاربعة واحد من عشرة مليون اسرة مصرية بتستفيد واصبح البرنامج النهاردة تكلفتر اللي موجودة النهاردة في الموازنة اتنين وعشرين مليار جنيه فاحنا بنتكلم على حزمة كاملة الدولة المصرية ضخاها ومحطوطة في الموازنة ربعمية اكتر من ربعمية وتسعين مليار جنيه من موازنتنا برامج دعم وحماية اجتماعية انما الحقيقة يعني مع كل هذا العمل والجهد واذكر حضراتكم وكل المواطنين احنا في شهر ابريل لما حصل موضوع الازمة والتضخم الكبير تدخلنا مجموعة من الاجراءات اذكر حضراتكم بيها زودنا المرتبات تلتة شهر بدري والمعاشات اضفنا الربعمية وخمسين الف اسرة لتكافل وكرامة ومجموعة من الاجراءات اللي اتعاملت فقط من تلتة شهور ويمكن ارجعنا موضوع الكهرباء وعارفين وعملنا الحقيقة اجراءات كثيرة كلها هدفها ان ازاي نقف مع المواطن المحدود الداخل في هذه المرحلة الاستثنائية كدولة في حدود امكانياتنا مواردنا كدولة فالحقيقة مع كل هذه البرامج وكل هذه التدخلات ولكن الحقيقة كان توجيه في خامة الرئيس ان احنا برضو هذه الفترة شديدة الاستثنائية وفترة يعني قصية جدا على العالم كله واكيد حضراتكم شايفين ايه اللي بيحصل على مستوى العالم ولكن عشان كده كان توجيه في خامة الرئيس عايزين نفكر في حزمة اضافية برضو نصل بيها ونساعد بيها المواطنين البسطاء ومحدود الداخل ويمكن عشان كده احنا كحكومة كنا عكفنا مع بعض يعني مع السادة الوزراء ومع كل الجهات ان احنا نضع مجموعة من المقترحات الجديدة واللي رحنا الحقيقة عرضناها ووجه في خامة الرئيس باطلاقها باسرع وقت ممكن الحزمة الجديدة بيه عشان نبقى عارفين طبعا اهم شيء فيها ان احنا بنرفع عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة من الاربعة واحد من عشرة مليون اسرة النهاردة الى اكتر من خمسة مليون اسرة يعني احنا بنضيف اكتر من تسعمائة الف من ما بين تسعمائة الف المليون اسرة جديدة بالحزبة كده عشان هنبقى عارفين يبقى الدولة المصرية بتخدم اكتر من خمسة مليون اسرة يعني عشرين في المية من الشعب المصري عشرين في المية من الشعب المصري الدولة بتتكفل بصرف معاش او مبلغ دعم نقدي مباشر بصورة دائمة وده رقم لازم نتوقف عنده ان نبقى عشرين في المية من الشعب المصري بياخد هذا الدعم النقدي المباشر وده شيء مهم جدا لان احنا دايما بنبقى عنينا على نسب الفقر اللي موجودة في عندنا في مصر وازاي ان احنا كدولة نتدخل بمجموعة من الحزم عشان نساعد الاكثر احتياجا والاكثر فقرا فاحنا بقينا بنتكلم النهاردة في اكثر من خمسة مليون اسرة هنقدر النهاردة ان نتدخل ونقدر نوفر لهم هذا المبلغ والدعم النقدي المالي المباشر شهريا طب كلفة التسعمائة الف للمليون اسرة قدي علينا الكلفة هتبقى اكثر من خمسة ونص مليار جنيه في السنة ده هيبقى رقم اضافي ولكن الحقيقة وهنا يمكن انا حابب ان انا اوجه الشكر لمنظمات المجتمع المدني بالتنصيق ما بين الدولة المصرية وما بين التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي اللي هو بيدم كل الجمعيات الاهلية الكبرى في مصر واللي بتعمل جهد غير عادي ويمكن بس عشان اا اكد لحضركم قد ايه المجتمع المصري هنا بيشارك ان حجم مشاركتهم على مدار عام عشرين واحد وعشرين بلغت تلاتة ونصف مليار جنيه في مشروعات كتيرة ضخوا فيها مساعدات للأسرة الفقيرة والمواطنين البسطاء مع اللي الدولة المصرية بتعمله توافقنا على ايه في هذا الموضوع ان الدولة المصرية في العدد اللي هو بنتكلم عليه التسعمائة الف اسرة او من تسعمائة الى تسعمائة الف الى مليون اسرة الدولة المصرية من خلال موازنة وزارة المالية هتتحمل الخمسمائة الف والمجتمع المدني هيشيل الربعمية او خمسمائة الف اسرة الاخرين فاحنا بنتكلم كده ان الدولة هتضيف من الاحتياط النقدي اللي كان محتوط لتغطية التوارئ هنحط حوالي تلاتة مليار جنيه عشان نمول الخمسمائة الف اسرة اللي احنا هنكون مسؤولين عنهم في الجزء الخاص بتاع بتكافل وكرامه والمجتمع المدني والمجتمع الاهلي هو كمان حيمول ما بين ربعمية الى خمسمائة الف اسرة اخرى فاحنا بنتكلم على رقم حوالي من اتنين ونصف الى تلاتة مليار جنيه اخرين ده في باند مهم جدا واحنا هنا بقى بقينا بنتكلم على حيبقى برنامج دائم وليس برنامج استثنائي حيبقى بنضيف مليون اسرة جديدة لهذا الموضوع ودي طفرة كبيرة جدا يعني احنا متخيلين حضراتكم بنطلع من اربعة مليون اسرة الى خمسة مليون اسرة يعني بنزود خمسة وعشرين في المية بصورة فورية للي كانوا مستفدين من هذا البرنامج الكبير في نفس الوقت الحقيقة فكرنا في برنامج اخر بس داي بقى برنامج استثنائي احنا نعي تماما على الرغم من اللي انا شرحته لحضراتكم في اكثر من يعني فرصة ان الزيادات اللي بتحصل في اسعار السلع دايما الدولة بتتحمل الجزء الاجبر وبتحاول تمرر الجزء اليسير على المواطنين ولكن فكرنا في حزمة اضافية عشان احنا عارفين كويس قوي اللي بيحصل في العالم والاضطراب الشديد والارتفاع والتضخم اللي بيحصل ان احنا نعمل حزمة استثنائية لمدة ستة اشهر الستة اشهر دول هيضخ فيها اموال بتصل الى مليار جنيه شهريا يعني بنكلم في ستة مليار جنيه في الستة اشهر هتبقى في صورة ايه ان احنا هنتدخل هندي لتسعة واحد من عشرة مليون اسرة انا انا باكد عن رقم تسعة واحد من عشرة مليون اسرة هندي رقم اضافي شهري على بطاقات التموين او بطاقة ميزة اللي موجودة لديه هيقدروا يصرفوها في صورة سلع من الحزمة التموينية اللي بتتحها الدولة فبالتالي هيبقى فيه ميت جنيه اضافية بتتحط على البطاقة يقدر المواطن اللي عنده البطاقة يستفيد منها فيه شراء سلع اضافية طوال مدة الستة اشهر وطبعا احنا واحنا بنتكلم على الستة اشهر لان بنأمل ان هذه الازمة العالمية يعني يعني ان شاء الله يعني تنقشع فيه خلال هذه المدة ولكن وجدنا ان نواجب الدولة انها تدخل على هذا الموضوع وان احنا نتحرك ونضيف هذا الرقم الكبير فاحنا كده بقينا بنتكلم في حزمة لوحدها بتتجاوز الحوالي الحداشر او اتناشر مليار جنيه الستة مع الخمسة ونص في فقط في جزئين يعني حوالي حداشر ونص او اتناشر مليار جنيه بيتحطوا علشان نتحرك في هذا الموضوع طب اختيار السؤال يتبادرت هبهما التسعة واحد من عشرة دول انتو اخترتوهم على اي اساس لان احنا عشان بردو نبقى عارفين الرقم عدد بطاقات التموين اللي موجودة تلاتة وعشرين مليون بطاقة طب احنا هنديش معنى لتسعة واحد من عشرة مليون فقط منهم دول تم اختيارهم الحقيقة بناء على معايير واضحة اشتغلنا عليها الحقيقة الدولة الحكومة وزارة التضامن وزارة التموين وزارة المالية ومعانا هيئة الرقابة الادارية على تحديد من هم الاكثر احتياجا في ضمن الناس اللي بتاخد التموين فتوافقنا على عدد من المعايير الناس طبعا اللي يعني بتاخد تكافل وكرامة اللي بياخدوا معاش ضمان اجتماعي اللي دخولهم اقل يعني على الحد الادنى من الدخل اللي الدولة محددة اللي طبعا عدد من الارامل والمطلقات والكبار السن يعني الحقيقة حطينا كريتيريا كاملة او معايير كاملة وقعدة بيانات كاملة الحقيقة عكفت كل مؤسسات الدولة مع هيئة الرقابة الادارية على ان احنا نبني قعدة البيانات دي على مدار الفترة اللي فاتت فبقى عندنا النهاردة بالفعل بالفعل يعني نقدر نقول الكمال اللي هو واحده ولكن عندنا قعدة بيانات دقيقة جدا مكنتنا ان احنا نختار تسعة واحد من عشرة مليون اسرة دول اللي احنا هنوجه لهم هذا الدعم الاستثنائي لمدة الستة اشهر لكن انا عايز اقول حاجة مهمة جدا ان من التسعة واحد من عشرة مليون اسرة دول في منهم حوالي ستمية اكتر من ستمية وعشين الف اسرة ما عندهمش اصلا بطاقات تموين لكن من معلش قعدة بيانات الفقر اللي موجودة عندنا او محدود الدخل حصرنا ان في ستمية وعشين الف اسرة ما عندهمش بطاقات تموين ولكن يستحقوا ان هم ياخدوا هذا التدخل الاستثنائي فتوافقنا ان ده حيتصرف لهم من خلال بطاقات المعاشات او بطاقة ميزة بحيث يبقى المبلغ هيتحط لهم على البطاقات بتاعتهم ويقدروا يستفيدوا من هذا المبلغ طوال مدة الستة اشهر اللي احنا بنعتبرهم فترة استثنائية فاحنا الحقيقة الجزء ده كان برضو جزء مهم جدا ان احنا ان شاء الله حنبدأ في تطبيقه فورا تسعة واحد من عشرة مليون اسرة عشان حرككم تبقوا عارفين دول ستة وتلاتين ونص مليون مواطن مصري يعني بنقدم غير موضوع تكافل وكرامة لأكتر من ستة وتلاتين ونص مليون مواطن هذا الدعم الاستثنائي في طوال الفترة القادمة لمدة ستة اشهر فده طبعا تدخل كان مهم جدا ان احنا نعمله عشان يستفيد بيه برضو المواطنين في هذه المرحلة الصعبة اللي العالم كله بيواجهها كان اخر توجيه اخر من فخامة الرئيس ويمكن حضراتكم عارفين كويس اوي الجهد للدولة المصرية اللي بتعملوا من خلال مؤسستها قوات المسلحة الدخلية وزارة التموين التضامن الجمعيات الاهلية موضوع الكاراتين الغذائية اللي بيتم اعدادها وتوزعها المواطنين باسعار مخفضة توجيه فخامة الرئيس ان يتم توزيع اتنين مليون كارتونة شهريا على مدار الستة اشهر القادمين الكارتونة عشان حرككم تبعوا عارفين تكلفتها الفعلية مية وعشرين جنيه سيادة الرئيس وجه انها تباع للمواطن بخمسين جنيه فقط يعني في سبعين جنيه الدولة المصرية من خلال مؤسستها المختلفة حتى تحمل هزيه الكلفة علشان برضو تقدم منفذ اخر للسلع المدعمة ودي طبعا بنروح فيها بنستهدف حضراتكم عارفين المناطق بتبقى مناطق الاكثر احتياجا القرى النجوع المناطق اللي احنا بنبقى عارفين ان هناك احتياج لهذه النوعية من الخدمات عشان نوصل لبيوت الناس والحقيقة دي برضو يعني مبادرة اعتقد مبادرة جيدة جدا الدولة المصرية النهاردة حتتقدم بيها على مدار الستة اشهر كان قبل كده حضراتكم عارفين انها مرتبطة دايما بمواسم يعني مرتبطة بشهر رمضان بعض الاعياد عيد الاضحك الماضي كان اللحوم والاضاحي لكن دلوقتي التوجيه الجديد انها تبقى مستمرة لمدة ستة اشهر شهريا بنخرج اتنين مليون كارتونة وزي ما قلت لحضراتكم قيمة الكارتونة الفعلية مية وعشرين جنيه ولكن هتباع للمواطن بخمسين جنيه فده برنامج تالت وحزمة تالتة ان شاء الله الدولة المصرية هتبدأ في تفعيلها على الفور السؤال طبعا اللي حضراتكم يعني هيتسئل هنبدأ امتى التنفيذ احنا دلوقتي فعليا طبعا لان هذا الموضوع بيتطلب اجراءات لوجستية وترتيبات ويمكن العدد من الاسر اللي انا قلت حضراتكم ما عندهاش بطاقات حيتعمل لها بطاقات في اسرع وقت ممكن وتسلم اليها وتفعل وتبقى تقدرت انها تصرفها من خلال البريد وكل المكاتب المختلفة احنا بنستهدف ان شاء الله على اخر شهر اغسطس يعني احنا بنتكلم بحد اقصى شهر من النهاردة نكون خلصنا اجراءاتنا ونقدر بعديها على طول نفعل كل هذه البرامج الجديدة لان طبعا دي ترتبات بتبقى عايزة ترتبات لوجستية كثيرة جدا 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 في تزبيت هذا الموضوع معالي وزير التموين وده يمكن عايزة اكد عليه ان حتى مع الميت جنيه اللي هتضاف واللي التسعة واحد من عشرة مليون اسرة يعني المليار جنيه اللي هتتصرف سلع الحمد لله مع تأمين الدولة لمخزون كبير من السلع احنا قادرين برضو نستوعب هذه الزيادة وتفضل الاحتياطاتنا مؤمنة بالشهور اللي احنا دايما بنعلنها لحضراتكم ويمكن برضو يعني بأكد عليها احنا الحمد لله النهاردة احنا تجاوزنا السبعة اشهر في احتياط الامح ودايما كان بيتقال دايما المؤسسات الدولية بتقول دايما ان مصر من اكثر الدول المهددة الحمد لله وانا بأكد النهاردة احنا كنا لسه من شوية كنا بنعلن ان كان ستة اشهر احنا تجاوزنا دلوقتي السبعة اشهر يعني بنتكلم لغاية شهر فبراير القادم من العام ٢٢٣٣ فكل دي الحقيقة مواجهة الدولة المصرية بتتحرك فيها علشان طبعا الازمة العالمية الاستثنائية للعالم كله بيعدي بيها وان شاء الله انا بأكد لحضراتكم احنا كل مؤسسات الدولة بتعمل بهدف حاجة واحدة تخفيف بقدر الامكان الاعباء عن المواطنين وبالذات فئات محدودة الدخل في هذه المرحلة غصبا عننا بتبقى هناك يعني قرارات لازم تتاخد مع ارتفاع اسعار سلعة وحاجات كثيرة جدا بتقدم اللي بنقدر عليه بنعمله وبنعلن كلام ده بمنتهى الشفافية وبنقول احنا كدولة قادرين على ايه وايه الجزء اللي احنا هنتطر ان احنا نحمله للمواطن في هذه المرحلة في الاخر الحقيقة انا حابب اقول لحضراتكم طبعا جميعا كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة طبعا بدء العام الهجري الجديد وبدعوا الله سبحانه وتعالى طبعا انه يعيدوا على مصر وكل الامة الاسلامية بالخير واليمن والبركة وكل سنة وحضراتكم طيبين جميعا وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شوكرا يا جماعة اشتركوا في القناة